بتاعنا ده احنا شنع جدا في الهاتف ايوة صوري احنا بنزيد السلاك العادي بكمية رهيبة جدا احنا بنكلم النهاردة لسه اريا تعدادنا 96 مليون وصلنا 96 96 النهاردة وربع في المية كده يعني ده احنا العداد بيجري بيرمح يعني الحبة اللي اتكلمناهم دون طيب انا دلوقتي عشان احنا دلوقتي في الموضوع ده لا زي ما بيقولوا بغاية دلوقتي ان احنا مسألة عاملين بنتعامل معها برضو بالحقيقة معرفش هو في ناس كشة من حكاية ان انا اعمل قرار جريء جدا قانون يعفي الطفل الثالث من الدعم عايز تخلف بقى معاك ارشين خلف انما الطفل الثالث واللي بيكلمه بقى يقوله ولا ندخل بقى حكاية الحرم والحلال وعشان ما نخشش في المتاهة ما هو ده لا يجبنا واربا خلينا ده ده في تصميم على الوضوع خلينا يعني لا 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 ده في منطق الخطورة على فكرة احنا ستة تسعين مليون هنا ومية واربعة من بر ايوة بالبرة مية واربعة اه طيب النهاردة تعالي بقى فاشوف فتورة التميمين الست دهاز المركز التعبير الوحصى اجمالي منفوك المصريين عن شراء الطعام في العام يصل الى نحو متين مليار ديني في السنة متين مليار ديني في السنة متوسط انفاق المصريين لشراء الطعام خلال شهر رمضان ما بين ثلاثين وخمسة واربعين مليار في رمضان احدى في السنة كم؟ متين اه رمضان لوحده اه بنفس الى خمسة واربعين مليار احنا بنتكلم بقى على ايه ما الناس يعيني بتكافئ نفسها اه الانفاق اليوم المصريين في شراء الطعام في رمضان من مليار لمليار ونص احنا يا تكتورة فيه من العداد بتاعتنا انا لما بحب يعني عايز اكبر حفاو بعملها مهاكلة انا عزمك على الاكل ايوة يعني هي دي حفاوطنا احنا دي اه لا والناس بتستحمل طول السنة اقولك طب حتى شهر السيام يعني هو بيكافئ نفسهم على السيام على فكرة بتساوف ذلك عشان ما تعدش تقولي حاجة يعني انا انا دي فطرت عندك في مرة يعني كلنا بنعمل ده اي ان احنا حاجات كتيرة بدا بتتعمل ومعنش بيكل حاجة بس احنا العداد بتاعتنا برضو قصة عداد انا كنت في المانيا ابن عمتي هناك قاعدة هنا وامراته المانية بتيجي هنا ما بتيجي هنا بزيد عشرة كيلو ولمان بتروع لما رحت هناك بقى فاشل ايه بتقولي بقى على الغدا قالت لي انا حعمل لحمة انت عايش كم حتة لحمة انا كسفت وقالت لي اللي ما بحبهاش قلت لي طب كويس احنا حعمل كذا وكذا الرغيب التص محطوط على السفرة محطوط الرغيب انا قطع اللي انا عايزه فالفايض وهناك لما حدش يعني عشر تلاف طن زياد مية وستين مليون في رمضان مية وثمانين مليون فرخة مية وعشين الف طن زبادي ما اقولي كلام ده ايوا طب ما الناس يعني تجوع طول السنة وكمان تجوع في رمضان انا دكتورة المسألة من نري بقديمة هو الاحتفال بالتجويد في الاكل ده نوع من المكافأة الام بتعمل تكافئ ولادها اللي بيصوم وتكافئ الجزء اللي تعبانه بيصوم اه والله يعني اضعف الامان بيجيبه كنافة انا شايف لا بخلي بالك دي سخن الشاي سخن النهاردة والله انا مش عارف يا دكتورة الحقيقة الموضوع ان احنا نقدر نعمل في ايه وكلام ده كله احنا بس عادة الاستهلاك والاكل اللي بترمي في الزبالة دي عايزين نبطلها اتعارف يا دكتورة احنا ممكن نتعمل حمل مصر كلها حملات عايزة ثقافة وسلوك زمان واحنا صغيرين ما كنا بنقط عليه مهلا 4 تربع ده اللي عايز اقوله نخلي الوحدة ربع رغيف بدل ما تبقى رغيف بدل ما يبقى لؤم يعني بدل ما احنا بنعمل بسم الله يروح ضرب الرغيف ماشي عام مكانت التاني بيدي في التالي تاخد لؤمة منه ويسيبه بيترمي لو انا بقى الرغيف متقطع 4 تربع فانا الوحدة اللي عندي لو تساب منها حانا هتبقى ربع رغيف انتبقى لؤمة بس اه فانا بسيطة فهي برضو سلوكيات وعلى فكرة ملاش دخل بالغنى والفقر يعني فيه ناس رقيقة الحال وترمي اكل في السبال كله كله بيه